بهجة مصر وفرحة مصر وشرف مصر وفخر مصر وفخر العرب مو صلاح وزي ما قالت عنه جريدة سن البريطانية انه اهم صادرات مصر اهم صادرات مصر عبر تاريخها الى العالم محمد صلاح تخيلوا جريدة سن البريطانية قالت انه بعد كيليو باترا بعد الملكة الفرعونية كيليو باترا اهم حاجة صدرتها مصر الى العالم محمد صلاح عشان الناس تعرف كيمة هذا المنتج الانساني البشري المحترم لاسمه محمد صلاح وقيمة ما يفعله في العالم وقيمة تأثيره وتأثيره لبلاده في العالم محمد صلاح كان في الولايات المتحدة الامريكية بالامس عشان يحضر الاحتفالية اللي اقامتها صحيفة او مجلة تايم تحت عنوان اكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم ووقع الاختيار والتصويت من قبل كل الذين صوتوا في هذا الاستفتاء على محمد صلاح ليكون واحدا من المئة العظيمة المئة الكبيرة المئة العبقرية المئة المؤثرة يعني اين مؤثرة مش معنى انه هو ناجح وموهوب وبيجيب جوان يبقى مؤثر المؤثر هو اللي يستطيع انه يترك انطباعا على باقي البشر المؤثر هو اللي يستطيع بموهبته واخلاقه وسلوكه وتوضعه ووطنيته وبهجته ومرحه وخفته وتدينه واسلوب حياة هو بينتهجه انه يكون نموذج وقدوة لكثيرين لما يبقى ملايين ملايين الاجيال والشباب الصغيرة والاطفال في مصر والوطن العربي والعالم يبقى رمزهم وقدوتهم محمد صلاح يبقى هو من الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم محمد صلاح وهو بيستلم الجايزة انبارة في نيورك وهو بيتصور مع مشاهير العالم والصورة التي توقفت عندها كثيرا انا ان عندنا رمزين مصريين كانوا من ضمن المائة الشخصية الاكثر تأثيرا محمد صلاح ورامي مالك رامي مالك الممثل والفنان الشاب المصري الذي استطاع ان يحصل على جائزة الاوسكار هذا العام عن دوره في فيلم بوهيمين رابسودي رامي مالك لاستطاع ان يرفع اسمه وعلم مصر كمان في المحافل السينمائية الامريكية والعالمية بابداع مصري اصيل محمد صلاح ورامي مالك لكما من كل مصري كل التحية وكل المسندة وكل الفخر ومن قلبي شكرا 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 شكرا